السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة المرحلة الاعدادية صف الثاني الاعدادي هندرس ان شاء الله النهاردة الدرس الثالث في الوحدة الاولى اللي بيكلم عن الانتاج الحيواني والصروة السمكية والدواجن في الوطن العربي انتاج حيواني متنوع مع دواجن وصروة سمكية بستفيد كغزاء رئيسي لسكان الوطن العربي ابتدي الاول انا بعتمد في تربية الحيوانات على اي نوع من الغزاء عندي اولا بعتمد على الاعلاف الزراعية الاعلاف الزراعية كذلك ايضا بعتمد على المراعي الطبيعية بس لازم اركز ان المراعي الطبيعية اللي موجودة في الوطن العربي تتميز بانها مراعي فقيرة لان انا عندي 80% من مساحة الوطن العربي تتميز بانها بيئة صحراء كلمة مرعى طبيعي نبات طبيعي بينمو من تلقاء نفسه دون تدخل من الإنسان وتربى عليه مختلف الحيوانات الموجودة قدامي وتربى عليه كافة الحيوانات الموجودة ولكن هذه الحيوانات حسب كسافة هذا المرعى بيتم تربيته طيب بينقسم لإيه هذا المرعى؟ إلى نوعين من المراعي عندي مراعي حارة ومراعي معتدلة المراعي الحارة توجد في جنوب الوطن العربي وتتبيز بأن اسمها السافنة ويربى عليها الأبكار والأغنام المراعي الشمالية مراعي معتدلة تسمى بالاستبس وتربى عليها الأغنام والماعز يبقى أنا عندي الأغنام مشتركة ما بين المراعي الحارة والمراعي المعتدلة على حد سواء هبتدي الأول بالأغنام الأغنام تعتبر من أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي لأنها بتتحمل المراعي الفقيرة يبقى أنا عندي لو قلت يتميز أن الأغنام أو تعتبر الأغنام أكثر مراعي الوطن العربي انتشارا بجاوب بسبب فقر المراعي بسبب فقر المراعي تماما هي موجودة في كل دول الوطن العربي بس أنا مش هتكلم على كل دول الوطن العربي أنا هتكلم على أهم الدول اللي موجودة فيها يعني مثلا بتربى فيه السودان تمام المغرب تمام الجزائر السودان المغرب الجزائر لو أنا خدت بالي المراعي الطبعية نعيدها من تاني المراعي الطبعية هي حشاء اشتنم طبعيا دون تدخل الإنسان وتربى بها حيوانات مختلفة حسب غنى أو كسافة هذا المرعى لو كانت معتدلة في الشمال اسمها استيبس بتربى عليها الأغنام والماعز الحرة في الجنوب بتربى عليها الأبكار والأغنام في أهم الدول كل الدول فيها مراعي فقيرة أو غنية على حسب ولكن من أهم الدول السودان الصومان الجزائر المغرب دي الدول اللي موجود فيها المراعي الطبعية كذلك أيضا لما نجي نتكلم على توزيع الأغنام توجد الأغنام في عدد من الدول أهم حاجة عندي أنا هقول تلت دول معينين تلت دول موجود فيهم الأغنام السودان المغرب الجزائر السودان المغرب الجزائر نيجي برضو على الماعز تمام؟ الماعز برضو من الحيوانات اللي بتربى وترعى في دول معينة زي دولة أو من أهم الدول اللي بتربي برضو الأغنام عندي في الوطن العربي الصومال والسودان الصومال والسودان كذلك أيضا توجد عندي تربية الأبقار الأبقار من أهم الحيوانات اللي احنا بنعتمد على لحومها وقلبانها وما إلى ذلك وبتربى في المراعي الغنية التي تسمى بحشائش السابن تمام؟ دي في حشائش السابن طيب بتربى فين؟ هتربى الأبقار في مجموعة من الدول ونتفاجأ إن احنا مصر من ضمن الدول اللي بتربي احنا عندنا كل أنواع الحيوانات كل الدول العربية عندها كل أنواع الحيوانات لكن بتختلف على حسب كمية الحيوانات الأبقار تربى فيه السودان مصر المغرب سوريا السومان السودان مصر المغرب سوريا السومان تمام؟ عندي نوع آخر من الحيوانات وهو الجاموس وأيضا يربى فيه واخد بالي الجاموس لا يتحمل الجفاف أو الحر علشان كده بيربى فيه مصر والعراق بيحتاج مئة فايدية لازم يتربى على دفاف الأنهار دفاف الأنهار تمام؟ لذلك أيضا الخيول العربية التي يتميز بها الوطن العربي الخيل العربي الأصيل الذي يتميز بشكل معين في تركيبة جسمه تمام؟ الخيول جي بتربى بيضا أو أيضا بتوجد وبتنتشر فيها عدد من الدول من ضمنهم دولة مصر دولة المغرب دولة العراق مصر المغرب العراق وبنشترك في حاجة اسمه سباق الهجم ده علشان الإبل يبقى أنا عندي نوعين من الحيوانات مهمين جدا الخيول في السباق العربي بالإضافة إلى الإبل والإبل تربى فيه السودان وبعض الدول العربية لكن الدول اللي بتاعمل سباق الهجن الخاص بالإبل هي دولة الإمارات ودولة السعودية ودولة مصر نقيد من تاني نوعين من الحيوانات المهمة بالنسبة لنا احنا خدنا الخيول تمام الخيل العربي الأصيل اللي بيتربى في مصر والمغرب والعراق من إضافة إلى الإبل بجمالها والأعداد اللي موجودة فيها السودان اللي وحدها فيها ما لا يقل عن نصف إبل الوطن العربي ولكن في الإبل بترقب أو بتشارك فيما يسمى بسباق الهجن وسباق الهجن ده موجود فيه سلاسة دول بتمرسه يعني أولى الدول في إنتاج الإبل هتبقى دولة السودان والدول التي يشترك فيها سباق الهجن هي تلت دول عربية التلت دول دول متمثلين في مصر بالإضافة إلى السعودية وكذلك دولة الإمارات لكن الدولة اللي فيها أكبر أو أولى الدول في إنتاج الإبل دولة السودان تمام بس إحنا برضو تركيزنا مش هيفضل على هذا الأمر لكن أنا بركز أكتر على أني محتاجة أني أزود الإنتاج الحيواني إيه السبب؟ عشان أعرف ليه أنا بهتم بالإنتاج الحيواني لازم أتعرف على أهمية الإنتاج الحيواني الإنتاج الحيواني بالنسبة لي هو مصدر للغذاء حضرتك بتستفيد منه من اللحوم البيضاء والحمراء والألبان تمام اللحوم الحمراء والألبان الجلود بتاعتها برضو يعني أنا عندي برضو بتاعة عبر كمان دخام جلود أصواف وبر تمام كل ده بيستخدم في صناعة الملابس والأحزاب وما لذلك اللبن برضو بيدخل في صناعة الألبان والجبن بس أنا باعتبرها مية زوعيب إن أنا باستخدم بعض الحيوانات في أعمال الحقل يعني فيه بعض الحيوانات المخصصة مع عامل الحقل زي نوع من أنواع الحيوانات لكن أنا ما بركس أو ما برجحش إن أن الحيوانات بIndو Project يعني أنا ما ررجحش إن يستخدم الأبكار والجموس في أعمال الحقل لأنك ده بيتقلل من نسبة إنتاج اللحوم والألبان عندها بأطلاعها لهيئة الطاقة لكن بعض أنواع الحيوانات تستخدم في أعمال الحقل عادي جدا احنا عرفها سورة في اللفظ يعني الحمير لكن مش هستخدم جاموس او ابكار في اعمال الحقل يبقى انا عندي اهتمام او اهمية للانتاج الحيواني مصدر للغزاء مواد خام مصدر غزاء طبعا اللحوم الحمراء والالبان مصدر للمواد الخام بتبتدي من الجلود والاصواف والوبر وغيرها وكذلك ايضا اللبن كذلك انا بتشارك في بعض اعمال الحقل طيب عندي نوع تاني من او عندي اقتراحات علشان ازود الانتاج الحيواني او اوفر الرعاية البيطرية بحيث ان لو ظهر اي مرض اعرفه او اتعرف عليه في فترة قصيرة بحيث ان انا اقدر الم الدنيا او اقدر ان انا اسيطر على الوضع لان الانتاج الحيواني بالنسبة لي مهم جدا كغزاء ومواد خام النقطة التانية استفيد من السلالات الخارجية اللي بتتميز به وافرة في انتاج اللحم والالبان من الابقار والجموس والغنام يعني احسن السلالات بالاضافة الى هذين انواع من الحيوانات انا برضو بستفيد من الدواجن باخد منها اللحم البيضاء بالاضافة الى البيض تمام طيب الدواجن في دول الوطن العربي كلها لا اهم دول للدواجن في الوطن العربو بتديني كمية كبيرة من انتاج الدواجن هي دولة السعودية دولة مصر دولة تونس يا مصد ده الدواجن موجودة في كل مكان انا ما قلتش لا بس انا بتكلم على اهم ثلاث دول وانا بستفيد من لحمها وبيضها كبديل للحوم الحمراء لان انا عندي نقص في الانتاج اللحم الحمراء برضو من ضمن الغذاء اللي انا باعتمد عليه الانتاج السمكشي الاسماك في الوطن العربي وعندي انواع متعددة من المصايد الاسماك مهمة جدا سواء كغذاء او بتدخل في عملية الصناعة وعندي من المصايد الاسماك الانهار والبحار والبحيرات وغيرها وانا اتعرف عليه بس ابتدي الاول اهمية الانتاج السمكي اول حاجة بيمد الانسان بالبروتيني او الغذاء البروتيني اللي لازم لحماته من الامراضي بقى دي غذاء تمام ما فيش حد نفينا بيقطع او بيمنع اكل السمك حتى ولو مرة في الاسبوع اتنين بيعوضني النقص في الانتاج الزراعي والحيواني الزراعي والحيواني تمام تلاتة عندي العديد من المشروعات التي تقوم على الانتاج السمكي منها حفظ وتعليب الاسماك حفظ وتعليب الاسماك تمام طيب عايز اتعرف على انواع المصايد عندي عدد من انواع المصايد هنتعرف عليه مصايد بحرية جاي من لفظها بحار او محيطات ايه المحيط الهندي ايه المحيط الاطلانتي البحر المتوسط البحر الاحمر الخليج العربي خليج عمان خليج عدن تمام ودي موجودة في معظم الدول الوطن العربي جميع دول الوطن العربي تحتوي على ايه ازرع مائية سواء كانت بتختلف بقى يعني ممكن تكون في دولة زي دولة مصر عندها مسطحين مائين واسعين البحر المتوسط والبحر الاحمر في دولة المغرب على سواحل البحر المتوسط والمحيط الاطلانتي وهكذا في دول تانية نصبها من هذه المسطحات مصيد جدا زي دولة العراق والياكن دولة الاردن بس برضو بتطلق فيه مساحة طب اهم تلت دول فيه المصايد البحرية المغرب رقم واحد ثم مصر وكذلك عمان يبقى المغرب ومصر وعمان تمام يا شباب تمام نتكلم على بحيرية بحيرية جاية من لفظ البحيرة التي تحيط بها المياه من جميع الجهات بحيرات مصر الشمالية وبحيرة قارون الموجودة في الفيون وبحيرة ناصر الموجودة في السد العالي يعني معناها موجودة في مصر فيه مصايد نهرية نهرية مرتبطة بالانهار انا عندي في مصر والسودان نهر النين دجلة والفراط بالعراب بالاضافة الى المزارع السماكية المنتشرة في الدول العربية خاصة زي دولة مصر من الناتج اللي قدامي ان انا عندي ترتيب يبقى انا موجود في مصر جميع انواع المصايد تمام الحمد لله انا عندي ترتيب للدول دولة المغرب رقم واحد دولة مصر رقم اثنين دولة مورتانيا رقم ثلاثة وعمان رقم اربعة واليمن رقم خمسة في انتاج الاسماك هل يطر انتاج الوطن العربي على الرغم من طوافر جميع انواع المصايد يتناسب بكمية كبيرة لا يتناسب مع وفرة المسطحات المائية ايه السبب عندي عدة اسباب اول حاجة انا بستخدم وسائل صيد بدائية السنارة الشبكة وده طبعا ما بيطلع ليش كمية كبيرة من الانتاج النقطة التانية تلوس المياه وتلوس المياه ده مفتوح بقى وتلوس المياه بيقادي الى قتل عدد كبيرة من الاسماك بتضيع علي موظم الصيادين عايزين يرفعهم من مستوى معاشيتهم بيادقوا بعمليه ترك حرفة الصيد ويتجوا الى حرف اخرى زي الصناعة استخراج البترول وما الى زال ومشكلة الصيدين في الوطن العربي اللي موجودين انهم بيقوموا بالصيد في الاوقات الممنوعة تمام الممنوعة وصيد الشباك بالشباك الضيقة اللي بتديني اسماك حجمها صغير جدا انا ما باستفدش منها طيب انا عايز بعض المقترحات بحيث ان انا احل مشكلة الصيد السمكي ازود الانتاج السمكي اول حاجة انا عايز اكبر الفلاح بانه يستقر في مصر في الصيد الاسماك انا نفسي الفلاح ما يسيبش مناطق صيد الاسماك انا كدهوت بتعرف على انواع طيب بحيث ان انا عايز اشجعه اشجعه ازاي اوفر اشوفه هو بيترك الحلفة ليه انت بتترك الحلفة لعدة اسباب يبقى انا احل المشكلة صيد الاسماك عنده تمام اركز ان الجزء ده يا شباب عندي يبعد شوي ببدأ ان انا احسن من احوال مستوى مستوى معيشته وما الى زلك ادربه على استخدام الاسليب التكنولوجية الحديثة كذلك ايضا طب يعني ايه اسليب التكنولوجية الحديثة بحيث ان هو يقدر يصطاد او يقدر يصطاد اكبر كمية بوسائل الحديثة حديثة مش بالصنارة ولا الشبكة يعني انا مش محتاج شبكة ولا صنارة النقطة التانية احمي او حماية المياه من التلوز احمي ميت البحار ومحيطات من التلوز ان انا افرض القوانين وافرض القرارات ويبقى فيه حساب اهتمي ببناء الاساطيل البحرية مش كفاية ان يبقى فيه عندي مراكب لا اوفر لفلاح احتياجاته اتعصى في انشاء المزارع السمكية بالشكل ده اقدر ان انا استفيد من الانتاج السمكي يبقى انا هقدم تحلول للانتاج الحيواني وقدم تحلول للانتاج السمكي وبالشكل ده كن انا خلصت الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة